فالفترة اللي جاية إن شاء الله إحنا محتاجين منكم ومن كل الشركات اللي موجودة في سينة إنها تشتغل معنا بس يا أصلي هتاخدوا من إينا علاوة شرق ولا خلاص هتاخدوا علاوة شرق إينا المصري يا فنديم إحنا بنص التمن كمان بنص التمن؟ بنص التمن طينا ربنا يكرمك يا أصلي طبعاً لا طبعاً أو أو معنى صح بالتكلفة بعد يزدك ما ليش هتغلص بالتكلفة بالتكلفة طيب بتكلفة قالوا نص التمن؟ طيب يا أصلي وتشكرين جداً وأنا سعيد بكم وبشكركم وبشكر كل أهالي سينة وبقولهم الأسر اللي قدمت أبنائها وضحت من أبناء سينة واللي عانوا واللي خسروا أبناء نتيجة العملات اللي بتتمي دول يعني 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 عزقنا إن كان التمن ده هو تمن يعني تنقية التخلص من قافة موجودة صدقوني كان الهدف منها إنها تفقد الدولة المصرية هذا الجزء العزيز من أرضنا تفقدوا لأن إحنا النهاردة كان الشرطة مش قادرة تتحرك الجيش مش قادر يتحرك الجيست الدولة مش قادرة تتحرك لا قادر تعمل تعليم كويس ولا قادر تعمل صحة كويسة ولا تعمل استثمارات الناس يشتغل وتاكل أي شيء بدليل هو أنتوا اللي ما كنت تيجي تعمل الطريق كانوا بيخلوكوا تعملوا الطريق لو بتيجي تعملوا مشروع كانوا بيسيبوكوا تعملوا الكلام ده طب ليه طب اللي بيتعمل ده مش بتعمل لنحنا لكن بتعمل للناس فضل هدف الهد لكن احنا هدفنا البناء صحيح فالفكرة كلها أنا عايز أقول لكم أن الفترة الجاية دي احنا هنتحرك إن شاء الله بخطة كبيرة قوي محتاجين جهدكم فيها ومعدلات عمل وتنفيذ تحسس أهلي نفسينا تحسس أهلي نفسينا أن الدولة المصرية بتشتغل بهمة لأن ما بقاش في عذر بقى ولا يا محمد مش كده ما بقاش في عذر لا لينا ولا ليكم لا للدولة ولا مؤسساتها ما بقاش في عذر ان الشرطة ما تبقاش موجودة في وبكسافة أكبر من اللي كانت موجودة قبل كده لتحقي الأمن والاستقرار أجهزة الدولة كلها بالكامل تعليم وصحة وغيره مطلوب إنها هتبقى موجودة بكسافة أعلى مما كانت عليه لأن الإعاقة اللي كانت موجودة قبل كده نتيجة الإرهاب والعملات اللي بيتم ده إحنا المحكامنا قالناها والإسماعيلية لما حصلت الحادثة اللي فاتت ربنا يرحم الناس كلها